استقبل أحمد أبو الغيطة الأمين العام لجامعة الدول العربية دكتور إبراهيم الدخيري المدير العام لمنظمة العربية للتنمية الزراعية لبحث وضع القطاع الزراعية في سودان وحذر أبو الغيطة من خطورة تأثير النزاع القائم على الأمن الغزائي السوداني والعربي حيث أدى الاقتتال إلى تعطل مشروعات الزراعية وتوقف نقل السلع وتلف كميات كبيرة منها وارتفاع أسعارها مشيرا إلى أن هذه الأوضاع الخطيرة تستدعي سرعة التحرك عربيا ودوليا كما ناقش الخطوط العريضة لخطة إنقاذ الموسم الزراعي السوداني التي أعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة تهدف إلى تأمين التجارة وسلاسل الإمداد بالحبوب والمنتجات الغذائية